وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النجم أن ينبخ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفر أن لا تزوى زرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يا عباد الله هذه قواعد أساسية يرتكز إليها كيام الإنسان وشخصيته هذه قواعد إنسانية عامة عامة أكدها الله سبحانه وتعالى في أكثر من وحي إلى أكثر من نبي لاندلالة على أهميته أو عمّاه بهذه الوصول إلى موسى وإلى اللهيم وإلى محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلام فما هي هذه القواعد الأربعة العظيمة المذكورة في هذه الآيات التي لابد للمسلم أن يعيها حتى يفهم دينه وحتى يفهم نفسه وحتى يفهم حياته من سورة ترجم يا سورة الناب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أننا حصل صلوات الله وحتعالى لذلك يمع محمد في موسى وفي الوصول إبوحيز والبؤلاء حتى يفعله كياما فالله وإنسان الكيام مرتدي وكان يريد يرغم أو يريد تريد إيشيال ونحن لم يكن من اخرى ويشانه ما عمره ويشانه ما عمره ويشافه بي الله و تعالى وأنه من النوم يكون مديرا ونشف ويشفه هناك أشهر أن يتعرف تلك مؤمنة الأولاسية هاتف المحلولوا باريسهم ب ترفع هذه الأخبارات أن ن собир orgكس الشبير ن所فوة وجهاتنا و الأن إم Cultivاتنا و ظهوة bankية ن Ilsكتلك لسلس 15 cells يغربنا للقويد كما تهشمت قلبنا أفكار كل ما يهش عن حقيقا طويل مي شبي أنا سيد�� قل shotgunكنا في العالم لست طويت الشيء لقد كانت من عمل في مدى تحصلت إلى كل ما تحتاجصت تحصلت إلى المنظم عنديًا علي أن تحتاج لأي شيء لقد كفتك لقد قمت بخث شئ هجب أن تقلق أنت نحطوا بحصل انت كنت تم إعرائقِ جنوية انت كنت تم إعرائق انت كنت تم إعراتي انت تتم إعجبات انت تتم إعرائيون انت تتم إع tallade انت تتم إعرابات منذрон هذه غالفة بقي decree ولكن من الممكن الأخرى أخرى مختلفة. أخرى مختلفة 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 وهناك المسلمين يجب أن تفهم الحقيقة هي أن نحن المباشرة من الله سبحانه وتعالى. لقد أعطيتنا لقد أعطيتنا كرامة. لقد أعطيتنا كل مباشرة لتستخدمها وإستخدمها. لقد أعطيتنا مستقبلة لتفهمها. لكن لتعطيتنا وإستخدم كل شيء ما يكون غير مخصصي الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا مع الكتبات والمسائل والمشاكل لتعطيتنا لتعطيتنا وكيف يجب أن نفعل وكيف يجب أن نفعل وكيف يجب أن نفعل الأصول الأربعة. المسلم أصبحت لاهتة في أذهان كثير من الناس لكثرة ما تراكم عليها من الخرافات ولكثرة ما تراكم عليها من سوء الفهم. حتى أصبح المسلم في كثير من الأحيان أسير المحبسين لا بل أسير المحابس كثيرة التي وضع فيها أو وضع نفسه فيها طائعا وهو لا يدري أنه يكبل نفسه بالأغلاق بل إن من الناس من يرضى لنفسه مثل هذه المنزلة من الناس من يسعد بأن يكون عبدا والغريب أنه يكون أنا عبد لله ويظن أن هذا أن العبودية شيء جميل يظن أقول أنا عبد لله لا يدري أن العبد هنا معناها العابد وليس المملوك الله ليس شخص حتى يملك الناس بهذه الطريقة كما يتصرف المالك مع العبد سبحانه الذي أسرى بعبده يعني بمن يعبده هذا المعنى وهذا المقصود وهو كريم على الله سبحانه وتعالى عزيز على الله سبحانه وتعالى ولكن الفهم الخاطئ لكثير من أصول الدين أدى بالناس إلى حالة الخمون الفكري هذا وإلى حالة الكسل الفكري هذا وإلى حالة الركود الإجتماعي الذي نراه وإلى حالة التفسخ وإلى حالة النفاق التي يعيشها المسلمون في هذه الأياه أتيت إلى هذه الدنيا فإن كان أهلك مصارى قالوا لك أنت مذنب وحبك تعيس لأنك بني آدم وابن آدم يرث خطيئة آدم يخلقون أوهان يكبلونك بأوهان يصنعون هذا ليس حكيم أنت لم تفعل شيء بعد لم تذنب لم ترتكب أي جريمة الأصل فيك أنك بني هذا هو الأصل ولكن كيف سيستفيد منك الحاكم وكيف سيستفيد منك رجل الدين وكيف سيستغلك المجتمع إذا لن يكبلك بهذه الفرفان ما إذا أنت مذنب صار لازم تحتاج رجل الدين حتى يفك عنك هذا القيد الوهم الذي أوفعت نفسك فيه ورضيت لنفسك أن تقبله كما يفعل كثير من الناس في هذه الأيام كثير من الجهل يصدقون أن الجن لأن هناك من يعوج بذل هذه الأشياء ومن ينتفع منها ويكسب الآلاف من أموال الجهل يعتقد أن الجن يدخل في الإنسان ثم يحول إلى شخص آخر وأنه لا فكاك من هذا الأمر إلا بالذهاب إلى مصاب آخر يقوم باستغلاله وبسرقته وإن كان تمرأ ربما اعتدى على عرضه حتى يخرج منها هذا الجن وهذا كله خرافة الجن لا يدخل في الإنسان والجن لا يستطيع أن يتحكم في الإنسان ولو كان هذا الأمر صحيحا لبطلة الشرائع ولكان الشيطان أقوى من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكن من يوهم نفسه بأشياء معينة ويقبل لنفسه أن يضع نفسه في هذه الأصار وفي هذه الأغلال يحتاج من يفكه بعد ذلك فمن يفكه من مثل هذه الخرافات الذي وضعه فيها أصلا الذي وضعه فيها أصلا هو الذي يفعل ذلك مرحبا مرحبا عندما تصل إلى هذه الحياة تصبح مرحبا لا تكن علاقة ولا تكن عدد كل كل شيء يحصل للتعالى بعض هذه الأشياء التي تحتشلوا للتعالى وثناء ولكنه منهم هناك تغطيتك لذلك من المفكر إذا كان كان الى المتحدث بس wearing success in superstitions and falsehood. If that society has social injustice, then your going to be fed with foundations and ideas and principles that are going to make you a slave for that society so that you will accept and then the solutions that the same society that has put you into these chains and cages is offering to let you out. I give you an example. بخريشات تخبرون أن امتاء عليك فقراء يتبعون ان أسلاث. وهي لست صحيح. فقراء فقراء جنودة الاستحق. لكنهم يتبعون فقراء فقراء أولاً بقربة ما في الأولى دبيت لديك من المبيت. وبيت لديك من المبيت. لأنها كانت مهم. هناك شيئاً تحقق. لأنك تحتاج لنحضك عليك من المتحدث. ومن بيء أن تأتي في مبيت لك من المبيت؟ والسلسة والسلسة. لذلك يجب أن يتحدث عنه. من الأول موقع أن هذا الناس مصنع، هو مصنع بالسلسة. في المجتمعات أيضا، عندما يوجد عبارة، عندما يوجد عبارة، ومعارات ومعارات، لا يوجد هذا الناس لأنهم يعرفون الناس الناس. لا تقول واحد أيها الشعب العظيم، أي عظيم، لا ناس منهم من سجنتهم، ومنهم من أكلت أموالهم، ولا يستطيع أحد منهم أن يفتح، منهم بكلمة، مع أنه إلا جاءت هذه العظمة، ولكنه ينفق فيهم، ليعطيهم إحساس كاذب أنهم شيء مهم، وهو يعرف أنهم ليسوا كذلك، أيها المواطنون الكرام، وهل بقي الكراما لأحد من المواطنين أصلا، حتى يخاطبوا بمثل هذه الألفاظ؟ لماذا يفعل الحاكم مثل هذا الشيء؟ يفعله حتى يعوضك عما أخذه منك من كرامة حقيقية، يعطيك كرامة خاطئة، من أجل أن يأخذ منك كرامة حقيقية، يعطيك خيالاً ووهماً، ويأخذ منك حقيقة، والعكس أن يكون كذلك. لذلك الدولة لاحسن لخيفة قرائلتهم، يعطيهم منكم، نفسنا وضعنا، نفسنا، حتى إنهم كذلك الضربان وتأكبر Прينزعين منهم، وكأنهم لعلقتهم رؤ peril وتموزونهم، لقد تتعبونهم، وقد تتعبونهم، على ما يشترون بما يموز محاوضة، حتى الناس ستكون بهذا اشعر من الحق. والله، وأنا أعرف من النار، أن الحفظين لا يكون شعرين بأن يكون مدهوراً لأنها تحصل على هناك، ونحن، ستقولون، أنا شعر، شعر، فإنني شعر، فإنني شعرًا، من ماذا؟ ما لقد عملتكم؟ ما لقد عملتكم؟ هذا تعويض في علم النفس يسمى تعويض الإنسان الماركس كلما ازداد نقصه كلما احس بالحاجة الى التعويض كيف يعوض القذافي عن نقصه رجل ليس له قيمة في السياسة الدولية ولا حد يعترف به أصلا يسمى بلده الجماهيرية العربية الشعبية الديبوكراطية الاشتراكية البطيخية الكلام فلماذا هذه التسبيهات كلها؟ لأننا نجل يعرف انه لا توجد ولا صفة من هذه الصفات في بلده أصلا فإن خاطب الناس أنا ملك ملوك إفريقيا وأنا زعين كذا وأنا زعين يا رجل محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله قال له رجل يا سيد فنهاه قال له إنما السيد الله رفض أن يقال له سيد أصلا لا يريد أن يخدع الناس لا يخدع شعبه قام له رجل فقال لا تقوم كما تقوم الأعاجل جاءه رجل وهو يرتجف من الخوف أنه يكف أمامه فقال له هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديدة بمكة لا تظن أني أنا شيء أنا مانا ابن امرأة كأمك كانت تأكل القديدة اللحم الجاف من الفقر بمكة هذا هو الفائد الحقيقي وليس الذي يستغفل شعبه وليس الذي ينفس فيهم فيعطيهم هذا الرياء الكاذب يعني يا لي أنا فلان وكذا أولا وكأنه لا يوجد في الدنيا أوطان إلا هذه الأماكن الكئيبة والتي لا يقبل أن يعيش فيها ويرضى بها أوطانا إلا من كان مثلها في الكآبة يحب هذا الزعيم هذا الأمر ومن يحبه أيضا يحبه رجل الدين الدجال رجل الدين الدجال المتحالف مع هذا الظالم يشيع في الناس الخرافة ويجعلهم يؤمنون بأوهام ليس لها أساس من الصحة يحسس الناس أنهم مذنبون وأنهم ذاهبون إلى جهنم وأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن ينفذهم إذا اتبعوا ما يقول وكأن الناس ليس لها عقول إلا أنه هو صاحب العقل يقول لهم أن كل الناس لا تأخذوا منهم إلا منهم لأنني أنا الحقيقة والحقيقة أنا بقيت الناس غلط لا تسمعوا له لا تقرأوا كتب لا تسمعوا لأحد لأحد آخر حتى إذا نال في فتره صار يغذيهم أيضا مثل هذا الغذاء الكاذب الذي يؤدي إلى اغتراب الإنسان وغربته عن إنسانيته الإنسان كلما ازداد خرافة وأوغل في الإيمان في الخرافات كلما ابتعد عن حقيقة إنسانيته عن حقيقة ما خلقه الله سبحانه وتعالى يأخذ هذا رجل الدين يأخذ لا يستلب من الرجل ماله عند الشيعة المعمم يأخذ عشرين بالمئة من مال العامل المسكين الفقير عشرين بالمئة يأخذ من ماله ويبني بها القصور ويقول له إن لم تفعل ذلك فزواجك من امرأتك باطل أولادك أولاد حرام وغير ذلك حتى تدفع والهلاك المسكين يصدق هذا رجل دين يعني عنده أن ما يقوله هو الحق دون مناقشة الراد عليهم كالراد على الله هكذا فهمه المجتمع من البداية وهذا فهم خاطئ من قال هذا هذا رجل مثلك هذا رجل مثلك يغطئ ويصيب وعنده شهوات وعنده أهواء مثله مثل كل بكوية الناس ولكنه يريد أن يسيطر على عقلك لأنه إن سيطر على عقلك وقبلت أن تلغي عقلك وأن تأخذ كل ما يقول على أنه حقيقة أصبحت عبد لمثل هذا الشخص وليس عبدا لله سبحانه وتعالى وأصبح هو يسيرك كما يشاء وغالبا يسيرك لمصالحه المتحارفة مع مصالح الظالم هذه هي الحقيقة الموجودة في كثير من مناطق العالم كل مرة قد يسيرك كل مرة قد يسيرك كل مرة قد يسيرك هناك من الناس الذين سنعرفون في العقلك ويسيرك 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 الاثلاثين الاثلاثين الذي قاله إنهم جيد ثم يسيرك إذا كانوا جيدا ثم يسيرك ثم يسيرك الاثلاثين يريد أن يسيرك أنه يسيرك الناس له يسيرك لهم ويسيرك أنه هو وقط أنه سيكون الأسد أو نهرك البرد كأنه لا يوجد أحد إلا الأسد في سوريا هذا الطريق من المهم ويسيرك هذا الطريق من المهم ويسيرك يسيرك من هؤلاء هؤلاء تقلد أنا فقط أصبح أصبح محباً في مكة كما تلك المنات كما تلك المنات ويسيرك 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 لا يسمحني الله هو المنات وعندما يقل أن يكون أخيراً يقول لهم لا يستمر كما يقل هل يكبرونه ويسيرك ويسيرك أصبح أخيراً كما تلك لأنه لا يريد أن تجعله أن يبغلهم لا يريد أن يبغلهم لإنقالهم 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 تغيرهم تشعر لإنقالهم ويقال ويجانات ويجانات وهادة المحنة التي يتصارهم فيها بعضًاً على الناس ويوجد الكثير من الناس التي تتحبون أن يكون سلائبين يعتقد كثيرا يعتقد كثيرا يعتقد كثيرا ويقفون كثيرا ويطرون أنهم لم يتعلم أنهم محاولون ينعلم أنهم محاولون الله سبحانه وتعالى محاولونك محاولونك ويقصد تكون محاولونة هذا يعني أنك يجب أن تفكر بحاولون تريد أن تكون لديك اشخاص. تكون لديك اشخاص. تكون لديك اشخاص. تجب عليك اشخاص كما كل شيئاً. تجب عليك أن تشغل نفسك بأي شيئاً. تجب عليك أن تنقل نفسك بأي شخص. هذا ما هذه الآيات تقول لنا. أَلَّا تَزِرُهُ عَزِرَةُ وَزِرَهُ أَخْرَةً وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا ما سعى Second rule, that you are responsible for your actions. that you are responsible for your accomplishment you are not responsible for what you were given whether you like it and you do not unfortunately people now like I said have it the other way around the other way around tell me brothers if you go 700 800 years ago and you look at how people used to address muslims used to address each other or you go to the books and you look at the titles of the author when you find the title hajj amongst them have you ever seen somebody addressing somebody in those days as hajj no, nowadays it's very common people like to be called hajj because he has performed hajj it's a great title what is so great about it, every muslim is a hajj either he made it or he is in the process of making it if somebody prays nowadays they say he is a shaykh a shaykh what? every muslim is supposed to pray five times a day and the one who is doing it is just a normal regular muslim but it is because people are going down they try to compensate with these titles they like to be given at one point you have to pay millions of dollars to get the title of parasha or beg now Allah is saying that title is not going to do you any good because it is not your accomplishment it was given to you Prophet عليه الصلاة والسلام says when you die three things will follow you your wealth your family and your deeds your family and your wealth will leave you alone alone with your deeds what you have done whether you were a parasha or you were a commoner person whether you were rich or you were poor you are back to where you started a sperm and an egg that is what everybody has started and you are back to that point again وأن ليس الإنساني إلا ما سأه فخامت رئيس الجمهورية وعامل النظافة الذي يجمع الكمانا نفس الشكل تحت التراب نفس الشيء كل منهم سيسأل عما سعى وأن ليس للإنسان لا يوجد شيء آخر تحاسب عليه أو تسأل عنه إلا ما سعى إلا ما حققت إلا ما فعلت هذا الذي ستسأل عنه فقط وما غيره من الأشياء وإن ظنها الناس لا تدين فإنه لا قيمة لها لا قيمة لها نهائيا ما تشاهده ما تحقق ستكون لها قيمة لها هذا هو كيف تعمل وذلك كيف تحقق تحقق كيف تحقق تحقق من هذه مباشرة التي تحقق تحقق من من هذه فالصفة ويساعدت هذه الحسنة التي يكونون تحسنًا بها لتحسنًا كم شركة صحيحة كم شركة هذا ما يحدث في نفسه لأنك تحسن فماية وكذلك تحسنًا تحسنًا مرحبًا من أخبرتك ذلك؟ لأنك تصدق لتأخذ مخصصة أخير وكذلك تكون صديقًا هذا يعني أنك تأخذ فيه فاردائسة بخير من أخبرتك ذلك؟ هناك أشخاص الذين لديهم هذا المفترض بذلك أنه لأنني من السنة والجماعة أنا من الفركة الناجية المتحدثين ما يعني أنهم أكثر من أخرين أشخاص الذين مثلنا أشخاص الذين لا يمتلك أي علاقة لا يمتلك أي شخص أو أشخاص الذين يحبون أن يتحدث الشيعة هو الشيعة يا علي أنت وشيعتك على مناثر من نور يوم القيامة أكسم بالله أن الرسول لم يكن مثل هذا الأمر ويستحيل أن يكون قال مثل هذا الكلام هل يوجد إنسان يدخل الجنة ويبس على منور من نور فقط من أجل أنه ورد في عائلة شيعية فهل هل يعقل مثل هذا الكلام وقت تجده سابق وزاني ونص ومفتاج المخدرات ولكنه يقول لك هذا الكلام بفخر لأنه يعرض عن هذا النقص والناس تحمل هذه الأشياء وخصوصا من لا يملكها الإنسان الجاهل الإنسان الذي يريد أن يرى نفسه يحب أن ينفق فيه يحب أن يقال له مثل مثل هذا الكلام الفركة الناجية هو من يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ومن يخص العبادة لله سبحانه وتعالى ليست مجرد اسم ولا طائفة ولا مجموعة من الناس لأنها انتمت تحت مظلة معينة أو لأن عليها ليب المعين أصبح يستدخل في الجنة والله سبحانه وتعالى عادل هذا الإنسان الذي ينتمي إلى ما يسمي نفسه في الفركة الناجية وهو كسول وخامل ولا ينفع البشرية بشيء بل إنه يسيء إليها وغيرها من يلاسى من مثل هذه الفركة لقد يكون أنفع للناس وأرحم بالناس وأشفق عليهم ويقدم بالإنسانية مثل هذا ألف مرة فهل من عدد الله أن يدخل هذا في الجنة على كسله وعلى ظنه ويدخل ذلك في النار أي عدد يقول مثل هذا هذه الثرافات التي كما كل يتم تغذية الناس بها حتى يخس الواحد منهم أنه إمبراطور الدنيا وأنه ضمنها في هذه الدنيا وفي الآخرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تكون من أهل الجنة انظر إلى سعيك انظر لما تقدم من البشرية انظر إلى نفعك في هذا الكون أو ضررك هذا الذي سينفعك ليس أنك من الناس الفلانيين ولا من الجماعة الفلانية يا عباد الله ثم قال الله سبحانه وتعالى وأن سعيه سوف يرى الرقابة الإنسان إذا لم يراقب وإذا أمن من العقوبة أساء الأدب لابد من وجود نوع من الرقابة لا يكون أحد أن الإنسان البالغ لا يحتاج إلى رقابة الكل يحتاج إلى رقابة لا يوجد مجتمع في الدنيا لا يوجد فيه نوع من الرقابة إما رقابة من البوليس أو رقابة من المجتمع ولكن يجب أن توجد رقابة أن يحس الإنسان أن ما يفعله ليس سراً ولكنه معلوم ومعروف لأن الإنسان لا بد من أن يوضع له من القواعد ما تمعه من التجبر ومن الظلم لأنه إن لم يوقف عند حده تجبر كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إذا وجد نفسه مستغنى عن الناس وإذا وجد نفسه أنه لا يحاسبه أحد لا حد لتجبر ولا حد لتجبر فرعون قال أنا ربكم الآن وكثير منكم كامنة يقول هذا بوافع الحال وإن لم يكن بالمقار نفس التفكير ونفس ونفس الشيء لا أريكم لله ما دمي أوصله إلى هذه الحالة كما يقولون كذا لفرعون من فرعنك فاذا لم أجد من يردن لا أحد يحاسب لا أحد يراكم لا أحد يقول له هذا صح وهذا غير كل من حوله منافكون أيضا لأنهم يعلمون أنه جاهل ويحب أن تنتفخ أوداجه وأن ينفخ فيه وأن يعطى من الصفات ما ليس فيه فتجد المنافقين والمداحين والإعلام وغيره يطبل ويزمر له ليل نهار كأنه لا يوجد في البلد إلا هذا الرجل وهو يحب ذلك لأنه يعرف أنه ناقص ويعرف أنه بحاجة إلى أن يعوض هذا النقص الذي عنده بمثل هذا الكلام لو كان إنسان شريف لو كان إنسان عثيف لو كان إنسان يعرف قدره ويحترم الناس يعرف أنه خادم للناس خادم ليس أكثر هذا هو الحاكم هذا هو حقيقته إذا جاء أحد يرد أن يسعى إليه ليتأكد أنه أكمل ثم قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثواظه والعقاب Reward and punishment Another universal rule that الإسلام is based on If you do something you're going to be rewarded for it or you're going to be punished for it There is nothing that will go unreward No matter how little it is الله سبحانه وتعالى says even if it is an ayota on the day of judgment you will be either rewarded or you're going to be punished and that's again is what creates the balance in our lives that you are going to be held responsible that you are being watched that you are going to be held responsible for your accomplishments only that you do not carry the burden of others but you are responsible for your own burden you see my dear brother my dear sister how Islam is straightforward and is easy where is this from what we are being fed since we are children where we grow up shaking that we are going to hellfire if the shaykh does not save us or if the head of the sufi tariqah does not give us madad and mercy otherwise we are doomed or that we are bad citizens unless we get approval and stamp from the secret service that we are good citizens that is how we grow up grow up that we are in doubt Allah subhanahu wa ta'ala is saying no all these are chains all these are superstitions they are not real free yourself of it and look at the real Islam and what Allah subhanahu wa ta'ala is saying then you will become closer to your humanity you will not be alienated from your reality because this is how Allah subhanahu wa ta'ala has created you he created you with a mind don't cancel it he created you free don't allow yourself to degrade yourself and become a slave of anybody of any system don't accept for yourself to say ameen except to the word of Allah subhanahu wa ta'ala that's all anything else you negotiate you discuss don't accept anybody as being perfect except the Prophet alaihi salatu wa salaam that's all anybody else his character is negotiable everybody else has either good or bad or positive you know in them that is our beautiful Islam that is being hijacked from us brothers and sisters that is what we are not this is what we are not being told and instead of it we are presented with an Islam where that cancels our freedom that cancels our character that cancels our thinking that makes us feel miserable that makes us feel scared all of the time and that there is no way out except by pleasing the priest or the shaykh and pleasing the king or the enemy that is the only way that you can liberate yourself from this fake misery that your society has put you in may Allah subhanahu wa ta'ala have nirsu un'umah ibn al-khattab when he said mada s'abattum un'nas wakad waladatum umahatum ahara since when you have an slur of people when Allah subhanahu wa ta'ala created them free he said that when his son hit a commoner because the commoner won the race a horse race with his son and his son hit that top with a stick and he brought he asked the governor to come and he told the cop to hit him and then he said this famous statement since when you have enslaved people when Allah subhanahu wa ta'ala has created them free you are free you are free being a slave of Allah or a servant of Allah means that you are free because you are not a slave to anybody to anybody may Allah subhanahu wa ta'ala show us our true religion and make us true Muslims who are strong in their belief who can accomplish things that we shed this fear and we shed these chains that they have put us in and that we have accepted for ourselves to be in I'm going to call this and 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 I'm going to call this الحمد لله ثم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عباد الله ورسولكم من يابتك والله العظيم وطاعته وأنهاكم وحذركم من عصيانه ومخالفة أمره ونهي لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظل من العبيد وعلموا أنه تعالى صل على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ألي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقوا لها كل خير ومن أراد به الغير ذلك فإنك به عليم اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا